هناك تقدم للقوات الأذرية في إقليم كاراباغ أيضا قابله قصف لثاني أكبر مدينة في أذربيجان والحكومة الأذرية تقول بأن من قصف هذه المدينة هي القوات الأرمانية داية ما تعليقك على هذه التطورات التي تجري اليوم في كاراباغ لا شكا مما أوردت أصلا طبعا وكالة أذرية أو أذربيجانية هي صحيحة على أساس الأرمانيون يريدون انتقام بشكل من الأشكال من العزريين أو من أحالي أذربيجان على أساس في الجبحات يتكهقرون إلى الوراء يعني ينهزمون إلى حد معه إلى حد بعيد لذلك لا يستطيعون أن يحصل النتيجة أو انتصار فيما يتعلق بالجبهة في كاراباغ والأولية ولكن بشكل من الأشكال بالقصفات لمدن أذربيجانية مثل جانجة انتقاموا من العزريين هذا دائب وشأن الأرمانية دائما ولكن على الأموم هناك تقدم من قوات أذربيجانية في طبعا جبحة كاراباغ والأولية وهذا انتصار كبير بالنسبة لهم الأرمانيون منذ ثلاثين سنة لم يجربوا هذا الانتصار بالنسبة لأذربيجان دولة أذربيجان أول مرة تحصل أذربيجان في الجبحة انتصار كبير جدا هذا مما أذهلتهم أذهلت أرمانية إذا كانت هناك مفاجأة بالنسبة للأرمان في هذه المعارك التفوق العسكري لأذربيجان في إعليم كاراباغ في بداية العامر قبل سلاسين سنة نعم الأرمانيون هم الذين اجتازوا أصلا كاراباغ والأولية بدعم من روسيا وغير روسيا كانوا مجهزين أصلا للانتصار كان لديهم تجهزات كاملة وروح معنوية عالية ربما لذلك انتصروا على العزريين وباغتوا للعزريين ولكن هذه المرة هم الذين باغتوا أصلا عزريين ولكن عزريون كانوا مستعدين أصلا للمواجهة مع الأرمان في الجبحة لماذا؟ لأن خلال ثلاثين سنة أيضا تجهزوا أنفسهم لهذا اليوم في معركة الفاصلة بدعم من تركيا لذلك حصلوا على الجبسات المتقدمة من تركيا وهناك في هذا الاستعدادات هناك تضارب المعلومات من بدأ الحرب أرمينيا أم أذريبيجان إذا كان هناك استعداد تاريخي للأذر في هذه المعركة من بدأ الحرب؟ كل مرة أصلا أرمان ينتهكون الهدن أو نعم وقف إطلاق النار في منطقة كارباو الأولية أزريون لا ينتهكون أي هدن أو أي أصلا وقف إطلاق النار هذا مجرب يعني لا نستطيع أن نقول إلا أن الأرمان هي التي بدأت أصلا بمعركة اشتركوا في القناة